مباراة كانت أنا شايف في النهاية مباراة كان فيها تحول مختلف تماما عن المباراة الأولى كالعادة اللي تعودين عليه منتخب المصري في جدية وفي حماس وفي رجولة وده اللي شفناه النهاردة من لعبي المنتخب الوطني واللي عجبني قوي طريقة السيناريو اللي لعب به ميكالي النهاردة الناس كانت تشوف أن منتخب مصري كان بيلعب كتير قوي تحت الكرة ولكن أنا شايف أن ميكالي كان قاصد يعمل كده عشان خاطر قوة التحولات اللي موجودة سواء إذا كانت عند إبراهيم عادل أو إذا كانت عند أحمد السيد زيزو قصة أن أسامة فصل بينزل يعمل دور المحط أما نيجي هنستعرض بالحالات القصة كلها ليه علاقة بحمزة علاء وجودة حمزة علاء في إرسالة الكورة الطولية حمزة علاء طبعا وجودة لعبي منتخب مصري في التحولات الهجومية وده الطريقة اللي كان مفروض المنتخب مصري يكسب ويجيب أكتر من هدف النهاردة دي كورة الأولانية خالص أسامة فصل بيشاور لمن؟ بيشاور لحمزة علاء كورة على طول أول ومنتخب مصري بياخده كورة هتلاقي حمزة علاء المميز جدا جدا كريم هيلعب الكورة العالية علشان خاطر بتلعب كورة على أسامة فصل ليه عشان الساكن بول تنزل لعبي منتخب مصري دي كانت الطريقة الأولى حمزة علاء هنا أول ما يلعب الكورة على طول لأسامة فصل هتلاقي أن اللعب كله يعني متجمع ناحية الشمال هتلاقي وسامة فصل هيطلع عشان مميز جدا من ضربات الرأس ننكمل بقى لحالاته هم نتكلم هتلاقي وسامة فصل أول ما هيطلع هياخد الكرة من اللي تحته على طول إبراهيم عادل ودي كانت الطريقة من طرق بتاعت ميكالي إنه هو إزاي بيحاول يخرج بالكرة لإن منتخب مصر بصراحة شديدة عنده مشكلة في تدرج بالكرة من التحت وبعد كده تقلبت هاجم لمنتخب مصر نفس الكلام هنا لأ دحظة بس نرجع عشان نشرح الوقفة بتاعت لعبة منتخب مصر مصر لما تيجي الدفع تحت الكرة بتلعب أربعة أربعة أتنين طبعا هي بس عشان يعني الكادر جاي فيها مختلف هتلاقي إن الأربعة اللي ورد وأربعة بتلعب نص ملعب واللي اتنين سواء إذا كان إبراهيم عادل ومعها أسامة فصل أو لو إبراهيم عادل ما يبقاش موجود بينزو نص ملعب بيكون مكان وزيزو منتخب مصر واقف كده ليه عشان أول ما منتخب مصر يقطع الكرة يحصل التحول السريع اللي هنشوفه زي ما انت شايف هنا منتخب مصر واقف لو بلوك نكمل الحالات وإحنا بنتكلم هتلاقي لعبة أسباكستان هتحاول إن هي تلعب الكرة أول ما الكرة هتتلاقي بغلط مين هيقطع الكرة هنا هنا إبراهيم عادل هيقطع الكرة وهنا بقى يحصل التحول مصر الطول المطش بتلعب على أخطاء أسباكستان عشان لعب التحولات زي ما انت شايف هياخد الكرة أبراهيم عادل هيعدي الاولاني بمهارة جديدة جدا هيفضل ماشي بالكورة وهيعدي كمان من الراجل التاني وقف عشان اقولك ان منتخب مصر اضع فرص كتيرة جدا بعد ما براهيم عادل يعدي من الراجل السنتر باك التاني هتلاقي مصر بقى تلاتة على واحد فقط نشوف الفريم اللي بعده حين نكام بص هنا النقف بقى لحظين بمساطة شديدة لو براهيم عادل طلع الكورة هناك لزيز وزيز وانفراد ولكن براهيم عادل نكمل بقى الفريم فضل ماشي بالكورة نكمل هتلاقي براهيم عادل خدوا الكورة وزق الطبيعي انه هو في الوضع ده انه هو يلعب لزيز ونكمل الكورة احنا بنتكلم ولكن لعب بص سيء جدا لأسامة فصل والكورة تجناحت من أسامة فصل والراجل سبقه فدي كانت نقطة من نقاط يعني المشكلة كانت عند قرارات التلت الأخير بتاع التلعيبي منتخب مصر بزي ما انت شايف حاجات كتيرة جدا كانت تفرق في التحولات نفس الكورة هنا التانية شوط التاني حمزة علي اخد الكورة من راقل الركنية على طول اول يا كريم حمزة علي اخد الكورة هيبص على طول لأحد الاطراف وهنا لاب الكورة سريعة جدا اللي مين بقى لزيزو تقطعت الكورة من زيزو بص بقى الكورة لما ترتد من اوزباكستان هتلاقي على طول بص لعبة منتخب مصر اللي بعده نكمل الفريماته احنا بنتكلم بص بقى كامل لعبي منتخب مصر او اربعة على اربعة او خمسة على اربعة هيحصل وانتو من احمد عيد اللي قدم مباراة جيدة جدا مع منتخب مصر ويكمل احمد عيد وهنا تتفرج على زيزو هنا بقى بص احمد عيد قبل ما يلعب الاوفر رفع عينه عشان يشوف زيزو فين ولعب الباص على طول بالعرض لزيزو وزيزو بيهدر تاني فرصة سهلة جدا غير الفرصة اللي ضياحها بدماغه في المباراة الاولانية ودي كانت فرصة خطرة جدا زي ما انت شايف مصر ترعب تحت الكرة وبترعب بس على الكورة الطويلة عشان استغلال السرعات الموجودة نشوف الحالة اللي بعدها على طول وفضل حالتين بالزبط نشوف الحالة اللي بعدها نفس الكلام برضو حمزة علاء يا كريم المميز جدا جدا في ارسال الكورة الطولية هيلعب الكورة دي طبعا بص بقى استلام ابراهيم عادل وابراهيم عادل امرقص الراجل في كورة من احلى الكورة اللي عبها منتخب مصر استغلال طبعا رقص الراجل عدى الكورة من فوقيه ورايح شبه انفراد وكان ممكن هتحطها بس كان هتحطها وحش قوي حتى الزوال العكسية واريك مهارة ابراهيم عادل في لما يستلم الكورة وكورة صعبة جدا وجاية من بعيد جدا استلم الكورة زق وده رقص الراجل وكان ممكن منتخب مصر يحرز الهدف التاني اذا ميكالي نجح بشكل كبير جدا انه هو ازاي منتخب مصر كان بيلعب تحت الكورة وبيلعب على التحاولات على سرعات لعبة منتخب مصر ولا القرارات الاخيرة بتاعت اللعبة كان ممكن مصر يسا بسكور جدا